وزي ما بقولك سهام يعني كل الإجراءات بيتتم ولكن النادي الأهلي مركز بشكل كبير جدا 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 على المباراة مركزين الجهاز الفني واللعيبا دلوقتي في معسكرهم بيذكروا نادي الزمالك بشكل كويس بيستعدوا على المستوى الفني على المستوى النفس بشكل كويس قوي إن شاء الله 48 ساعة ونشوف أبطالنا بإذن الله في موقعها كبيرة إن شاء الله نتمنى أكيد التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله مباراة تخلت في التاريخ مباراة مش هتتمح من أذهان أي حد أفتكر لأن أفتكر دي واحدة من أهم مبارايات الأهلي وزمالك في تاريخ الكرة المصرية فالنهاردة يمكن يعني كلنا في حالة ترقب كلنا في حالة قلق ما فيش نوم بقولك والله فعلا ولا نتيجة السنوية العامة فعلا يعني الدنيا في الناس كلها فعلا بترائب المباراة واستعدادات المباراة دي بشكل كبير جدا 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 الحقيقة هنا كمان يمكن عايز أقول إن وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي يمكن قام بدوره كمان لما النهاردة كان ليه كلام مهم جدا عن جهود الدولة اللي نجحت إن هي نهاردة تنقل المباراة دي لإستاذ القاهرة وكان طبعا في مساعي أكيد لحضور الجمهور ولكن ده بسبب تدعية كتيرة جدا أولهم يمكن فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكورة مع الاتحاد الأفريقية لكورة القدم فإنه يعني تعبر حضور الجماهير لكن طبعا المواجهة يعني خلاص هتبث أرضيا وهيتم ومفيش حاجة اسمها إن القاهوي هتتقفل وإن الكافيهات مش هتتفتح فيش الكلام ده خالص عاري تماما من الصحة عاري تماما من الصحة وأفتكر إن مجلس الوزراء يعني نفى الإشعاعات ديت